راجل فروض طبعا زي ما انتو شايفين شكله وجماله وحلوته وقبل كده كان في حلقة سابقة الكايبين شكل الكذب اللي بيعملينه للمجتمع وخسيل المخ عن طريق النوة سمرة قطعة من السمرة وبطاطس وتربة وفي الاخر بيطلع نبات غير النبات ده النبات اللي شكل النبات الحقيقي ومنظره بالنسبة للزهرة بتاحته بتاحتك لازم حكتين لاما تلقيح طبيع عن طريق النحل زي ما انتو شايفين بالمنظر ده الجميل اللي بيدي تخصيب كويس وطلقيح كويس للزهرة اللي بتالي بتديني حجم سمرة كبير انه كلما كان كمية التلقيح كويسة كلما كان حجم السمرة كبير زي وزي برضو الباشنفروت طب انا لو ما عنتيش نحل بعمل ايه بجيب فرشة الرسام او فرشة الرسم وبعمل بيها البولينيشن او التلقيح وتيب تبقى عملية طقيقة طيب النحل النحل نقدر نوفره عن طريق ان احنا منجيب لكل فدان اه خلية او خليتين ولازم يكون في مساطات رياح اه ما عنديش الكفاة دي زي ما نترك انت عنتك بالطريقة البديلة اه فرشة الرسم ما عنتكش نحل وما عنتكش فرشة الرسم انت ممكن تجيب مجميع من مصاصة قصب السكر وبتحطها في الحقل بتاعك على مسافات متقربة مثلا كل 3-4 متر الكومة فبتكذب الحشرات منها الزباب اللي بيعمل توقيح لزهرة الدراجون فروت او زهرة التنين الافضل النحل لكن محتاج مساطات رياح حلقة جميلة ومبسطة واي سؤال اي استفسار اه رسلوني على التلفون 002-011-04873348 وحلقة زراعة الدراجون فروت في القناة اكتب زراعة الدراجون فروت مراد مرعي او اه زراعة فكهة التنين مراد مرعي تحياتي لكم